اشتركوا في القناة نتمنى انكم تجربوها وإلا جربتوها وعجباتكم ما تنسوش تديرو لي جيم وابني للقناة باش وصلكم كل جديد المقادر كانحتاجو جوج بيضات جوج كيسن ديال الماء جوج ديال الخمارات ديال الحلوة ضانة ديشكلات جوج معلقة ديال العسل ومكسارات ديرو كيمياليس بغيو القرقاع اللوز طمر زبيب جوج المعالقة ديال الكونفيتور ديال البرتقال معلقة ديال القرفة ومعلقة ديال السكينجبير والزيت نديرو جوج بيضات في الإناء نزيدو عليهم العسل نزيدو عليهم الماء نزيدو سكينجبير والقرفة دانت ديال الشكلات والكونفيتور ديال البرتقال والمكسارات وكس الارب ديال السيت وكس ما عامر نخلطو كل شي بنسبة لي كيبغي اللون ديالي يجي غامق شوية يزيد الكاكاو فكيبقى اختياري وكنزيدو جوج كيسان ديال الطحين عامرين ومعلقة ديال الخل والخمارات نزيدوهم مع الدقيق وبنسبة لخلفة وكي نفخ لكيك وكيخليها تجي مهوية من الداخل وكنزيدوه اخر مرحلو كيف ما كتشوفو وكنزيدو كتتحسب الفوقعات في العجين كنديرو المول ديالنا كندهنو بالزيت وطحين كنرشوه بالتقيق وكنكبو الخالط وحنا كنهسو يدينا باش كيدخل فيها الهواء كنحاولو نقسمو ذاك المكسارات على المول كامل ندخلو الكيك ديالنا كيطيب على نار مهيلة من تحت وكننعودو نشعلو علي من الفوق وكننشمو راحة دياله وكننعرفو بديه طيب وكننكونوا في هذه الأثناء قدرنا شكلات معضانات كندوغوهم باش نسقيوها بعد ما كيبرد الكيك كنا نقطعه هو اختياري قطعه مربعة صغيرة بلا كبير على حسب اللي بغيته وكننسقيو بتاكدانات والشكلات اللي درنو كندينوهم زيان ولكيك ديالنا بعد ما كنحطوه في طبق تقديم وبنسبة الثين فوق تياري كنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم ان شاء الله وإلى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله سلاما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة